اهلا بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور الحقيقة انه كنيستنا غنية بالألحان تقص الكنيسة الأورتزوكسية قد ايه جميل متعة وراحة وسلام وجمال لما تحضر التسبحة لما تحضر القداس وتكون مستمتع وفاهم الطقص أو فاهم الألحان اللي بتتقال كمان في القداس عيد الميلاد من الأعياد السيدية الكبرى واعتبر تاني أكبر الأعياد السيدية في الكنيسة والألحان اللي بتتقال في عيد الميلاد قد ايه بتبقى ألحان جميلة في القداس لكن المفروض اننا وانحنا في القداس نكون عارفين ايه الألحان اللي بتتقال المرضات اللي بتتقال التسبحة اللي بتتقال دي حاجة مهمة جدا يعني فيها بنفرح وبنشبع بأن قدي محبة الله كبيرة جداً لنا وتنازل وجيه وتجسد عشان الحب الكبير وإحنا بنبقى من محبتنا كمان وفرحتنا وبهجة الخلاص وبهجة الميلاد عاوزين إحنا كمان نردد الألحان ونفهم طأس كنساتنا تعالوا نهاردة نفهم طأس عيد الميلاد والصلاة والألحان اللي بتكون موجودة فيه بسعيدنا وشرفنا نهاردة ويباركنا القسم تياس عبدالصبور كهين كنسة القديسة العدرة ماريا مشاهدة العظيمة رجائر جسم سويلة أهلا بك يا قدسابونا كل سنة عن طيبين يارب سنة تكون سنة خير على كل بلدنا مرسوطين يا بونا أن قدسك معنا النهاردة وعايز أبتدي يا بونا بالسان المشاهد العادي أو أي حد بيحضر قدس عيد الميلاد إحنا ساعات نشوف كده ألحان مختلفة يمكن حاجة كده في الطقس مش فاهمينها جميل طبعا دايما بقول الطقس ولما بيتفهم بيبقى أكثر عمق للإنسان وأكثر رحانية للإنسان اللي بيحضر القدس ففي البداية كده أبونا إيه اللي بيختلف في طقس عيد الميلاد المجيد عن أي قدس عادي إحنا بنحضره اللي بيختلف إنه هو بيبقى ليه ترتيب خاص إحنا طبعا عارفين قبل طقس عيد الميلاد نفسه بيبقى فيه طقس البرامون طبعا وطقس البرامون هو الاستعداد وقدي الكنيسة بترتب لنا أن الواحد يتأهب ويتأهل للاستعداد لاستقبال عيد الميلاد كأن الكنيسة بتحط لنا نموذج شخص السيد المسيح وصدنا وإزاي إن الإنسان يستقبله فيه حل فينا إزاي الإنسان يعيش المسيح جوه كما سلك زاك هكذا نسلك نحن أيضا فبتعيش الإنسان في المسيح بفرح ونبتدي بقى نستعد في البرامون وبعد كده نخش على طقس عيد الميلاد بدءا من عشية وباكر وقدس العيد وما يميزه طبعا الألحان الفريحي والترتيبات بتاعته اللي احنا كلنا عارفينها ويعني نتأمل فيها البرامون بيتحدد يعني كام يوم يعني ازاي لأنه في ناس كتير بتسأل النهارة دي السنة دي البرامون يومين نهارة ثلاثة يام يوم واحد فبتتحسب ازاي طبعا احنا كل السنة بنبدأ نتكلم في القصة دي ولكن كتذكرة للناس البرامون هو يوم الاستعداد لازم في البرامون إن احنا نصلي المزامير لغاية النوم ويكون يوم فيه مسموح في الكنيسة بالصوم الانقطاعي فطبعا احنا عارفين إن احنا مسموح لنا إن احنا نصوم الصوم الانقطاعي على مدار الأسبوع كله مع هذا السبت والحد ففردا لو عيد الميلاد جاي يوم اتنين فبرامونه هيبقى الاتنين أو السبت أو الحد لو جينا نحنا نصلي البرامون يوم الحد مش ينفع نصلي المزامير لغاية النوم أو لو صليناها لغاية السبت صليناها يوم السبت يعني مش ينفع نحنا نصلي المزامير فيها لغاية النوم لأنه مفهومش الصوم الانقطاعي فنبتدي نرحل لليوم اللي قابله يجوز فيه الصوم الانقطاعي فبالتالي يبقى المرامون في الحالة دي يجي تلتية وتسببونا من الحاجات المشهورة في الأداس اللي هي أربع النقوص ومدايح وصوري ألحان للعضرة مريم يعني ليه الكنيسة وضعت هذه الألحان للعضرة في ليلة العيد أو أداس عيد الميلاد المجيد طبعا ده ميلاد رب المجد رب الكون كله والست العضرة شوفوا كده لما يكون فيه واحدة بتولد قد إيه الاهتمام يبقى من أسرتها بيها ويبقوا موجودين معاها ومش سايبينها إحنا نفس الكلام كأننا حاضرين مع الست العضرة وبنستقبل ميلاد السيد المسيح والكنيسة بقى تبتدي تزرع في الألحان المفاهيم الجميلة دي في أربع النقوص تبتدي تدخل مفاهيم إيمانية ترسخ فينا حتى الحاجات العقيدية زي ايه مثلا يا بونا بسطها لنا كده يعني مثلا ناخد أربع النقوص أربع النقوص معروف في مبدأ أربع النقوص ده مبدأ السلام عشان كده نلاقي في أربع النقوص دايما شيري نيه شيري نيه شيرتي إكليسية شيري بأنجيلوس نقول السلام لمري جرجس السلام للكنيسة بيت الملائكة نفضل نقول سلامات سلامات مش مجرد تحية ولكن احنا بنعترف بملك السلام اللي موجود وكأنه تحقيق لكلام السيد المسيح لما بيقول أي مكان دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت إن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم يحل سلامه عليكم وحتى النبوء عن المسيح في أشهية ويدعو اسمه عجيبا مشيرا أبدا أبدا رئيس السلام بالزبط فهي الميلاد نفسه هو السلام اللي حل على الأرض فالكنيسة في أربع النقوص في كل عيد تبتدى تدخل الربع الخاص بمناسبة العيد السلام لبيت لحم مثلا في أربع النقوص في عيد الميلاد وهكذا في كل عيد دي شيريني هي تني بقى هي تني بشفاعات مين هم قدسين اليوم اللي نطلب شفاعتهم ففي اليوم ده تنضف هتناية للقديس يوسف النجار والقديسة سالومة طبعا خدام التجسد طبعا زي أنهم كانوا حاضرين وشاهدوا بعزروية كمان الست العطر دي الإضافة دي الإضافة اللي بتيجي على الهتنايات في أداس العيد الميلاد فيه طرق مختلفة يا قدسابونا ليه الألحان في الأداس سبع طرق صح كده طبعا لو قدسك تعرفنا عليهم يا فاق الجميل نحن بالفقرة روحية وجميلة لكن الجميل نحن نفهم نحن محتاجين نهارده نعرف معلومات هل قدسك هتقولهنا وإحنا وقفين في الأداس الليلة العيد نبقى أخذين بالنا أو إعادة أبونا قال كده وليه الألحان قصيرة أو طويلة لأن فيه ناس طبما تقولوا الألحان بالعربي طب ليه الألحان طويلة أنا مش بعرف أحفظ الهزات بتاعة اللحنة وبعرفش أقول طب ليه كده الحقيقة كنيستنا غنية بالموسيقى والألحان مجرد أنها موسيقى أو أغنية أو لحنة عدة ولكن ما هو ما يفوق عن التعبير وما يفوق الكلمات عشان كده نلاقي فيها الزات وكل هزة بيبقى لها تعبير وليها إشارة يمكن أتذكر الموسيقى الجميل جورج كوريلوس مرة حكى قصة حياة الست العدرة على مراد الإبراكسيس الطويل شيري نيمارية خد شيء لوحدها وقال عبارة عن ست محطات تمثل ست مراحل لحياة الست العدرة كلها السبع السبع يا بونا السبع طرق الألحان السبع طرق بصراحة لها تآملات جميلة قوي هو أول طريقة تبقى شبيهة أربع النقوس الفريحي الطريقة الثانية على وزن لحن اسمه بيؤيك وكتير مننا عارفينه في الكنيسة بيتقال في وقت توزيع الأسرار في الأيام السنوي والطريقة الثالثة على وزن لحن إفراحي يا مريم طبعا كنا نحبه في الكنيسة جدا الطريقة الرابعة على وزن لحن مارن أون بتاع التسبح وهناخده من الوقت بالتفصيل والطريقة الخامسة على وزن لحن خين أشوت بتاع التسبحة برضو الطريقة الستة على وزن لحن إفولهتين مارية بتقال كده حتة نيق تفهد بو دي بتتقال برضو في الأكالين الطريقة السبعة والأخيرة على لحن إفورو الفريحي اللي احنا عارفينه لو خدنا تأملاتهم لو خدنا طريقة الأولى أربع النقوص طبعا قلنا أربع النقوص بتشير لإيه للسلام كأننا بنبتدي السبع الطريق بالسلام بالطريقة الفريحي هنيجي في اللحن التاني اللي هو على وزن بي أويك ليه الكنيسة تختار لحن بي أويك بالذات وتركبه في الحتة دي لو بصينا لمعاني الكلمات هنلاقيها في بي أويك يقول كده عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي هل إحنا ممكن نستاذن قدسك نفكر الناس بجزء من اللحن في أوله أو طبعا تقولهن أقوله لح صعب علي طبعا مش نقول اللحن بس نفكر الناس ونصعب نقول إدكالينا في الترجمة العربي تفضل لشان كمان الوقت تفضل عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقيقي طب الواحد لما يجي قوم الصبح فيه واحد يقوم يفكر في الفطار بتاعه هو بقى كنيسة تحطلنا أول حاجة تفكر فيها بعد السلام على طول أو أنت قمت الصبح عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي دخل وقت باكر إليك ثم تحطلك لحن بيقويك اللي هو خبز الحياة تفكر فيه على طول طيب اللحن الثاني قلنا على وزن إفراحي يا مريم إيه الكلام اللي يتركب على إفراحي يا مريم شوفوا بقى الكلام يقول اسمع صوتنا كعظيم رحمتك ونجنا أيها الرب إلهنا حسب رأفاتك اسمع صوتنا كعظيم رحمتك كأن الكنيسة بتتغنى مع الست العادرة اللي بنقول لها فراحي يا مريم بنفس اللحن بنقول له يا رب اسمع صوتنا إحنا كمان طيب اللحن اللي بعد كده بنقول على وزن مارين أون مارين أون بنقوله في الكنيسة وده يعبر عن الشكر وترجمة بداية اللحن فلنشكر المسيح إلهنا طيب إيه هو الكلمات أو إيه هي الكلمات اللي تتركب على تعبيرات الشكر في الكنيسة يتقال كده لنستحق أن نرفع أيدينا إليك أمامك بغير غضب ولا فكر رضي يعني يا رب إحنا هنرفع إيدينا بنشكرك بنشكرك في كل حين على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال عشان كده يتركب لحن مارين أون بعد كده اللحن اللي بعضي على وزن خنقشوت خنقشوت ده معناه قطعا انقطع ماء البحر يفكرنا بخروج شعب بني إسرائيل من أرض مصر وإزاي أنه تم أمر عجيب قصادهم أنهم ما كانوش متخيلين أن البحر ينشق قصادهم صحيح وانشق وعبروا فيه طب إيه بقى الكلمات اللي يركبوها على نفس اللحن ده شوفوا كنيستنا الحلوة عشان تخلي المسيح يعيش فينا هو ده الميلاد الحقيقي نحن بنيجي في لحنة قرب صالين نقول اخلعوا الإنسان العطيق والبسوا الجديد الفاخر مش مجرد أننا نيجي في العيد نلبس اللبس الجديد وخلص الموضوع على كده لا عايزة تقول لك البس الجديد البس المسيح الجديد جواك شوف هتعمل بي ايه واخلع العطيق واخلع العطيق قدس القديم بخطياب مشاكله بكل حاجة اخلع وخالص هنا بقى الكنيسة في لحن خنقشوت الأمر العجيب ركبته على أنهي عبارات نسمع العبارات كده تقول ايه ها ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق اخوة سكنين معان ايه ده ايه ده يا كنيسة عايزة تقولي ايه عايزة تقول ان انا خلت بالمسيح اللي جواك ان انت تقدر تتعامل مع الناس بطريقة مختلفة عن بقية البشر يعني نسمع في الانجيل احب اعدائكم مين اللي يقدر يعمل كده نلاقي مثلا يحضرني قصة عن القديس ابو مقار ازاي انه هو لما قاله وقت انه هو حاجة كويسة رح ربنا كلمه وقال له لا انزل المدينة وهتلاقي فيه مرأتين يفقوك في السيرة ونتذكر كلنا عارفين القصة انه هو نزل وشاف المرأتين وابتدى انه هو يعرف السيرة بتاعتهم فقالوا له ان احنا عايشين مع بعضنا وكل واحدة مخلفة ولد وبنتعامل مع بعض بمحبة شديدة ولو طفل حد مننا عاية التانية تجري عليه عشان تردعه فهنا كأن الامر العجيب ان المسيح لما يتزرع فينا عامل زي شق البحر مش مطلوب مننا عشان يبقى المسيح جواك ان انت تعمل معجزة وانت تصلي وتخرج شياطين وتشفي مرضى وتعمل لكن اكبر معجزة ان انت تتعامل بالخير ومع المحبة والتصالح مع الجميع نقول كده اعطانا خدمة المصالح عشان كده ها ما هو الحسن وما هو الحل يصير الانسان مش بس مسيحي بالكلمة او يعني بيطبق تعليم المسيح يصير هو كمان مسيح بالضبط لابس المسيح لابس المسيح اما انتم فليكن لكم فكر المسيح صحيح وتقال في عبارة تانية البسوا المسيح ممكن العالم يستغرب اللي انت بتعمله لكن المسيح اللي جوانا يخلينا نعمل اكتر من كده عشان كده دي يتركب عليها لحم خين قشوت طيب اللحم اللي بعد كده بقى ايه اللحم بعد كده يقول ايه بولهتين مارية اللحم ده بيبقى الجزئين الاخرانيين من قبقم بقرشي بتاع التسبح تاخد الكنيسة نفس اللحم تركبه على عبارات تانية ايه هي العبارات بتقول ايه بقى بتقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصارة مسبحين الله كل حين تناغم على فكرة المقطوعة دي بتتقال في طقس الأكليل لما يكون في سر الزيجة عريس وعروسة بيتجوزوا نقول لهم المقطوعة دي لو معنا متسع من الوقت ناي طاف هطبو هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس يتركب عليهم اللحن بتاع من قبل مريم يعني مين هم هؤلاء الذين ألفهم من روح القدس هم الذين من قبل مريم يعني مش المسيح بس من قبل مريم ولكن مين احنا كمان من قبل مريم عشان كده نخطبها في التسبيحة ونقول لها لأن قدمتي شعبا كثيرا لله ابنك من قبل طهرتك وكأن بولادة العذراء مريم للمسيح ولدت الخليقة من جديد صح كده كأن كل إنسان شاهد وشايف المسيح بيتولد وبيتولد جواه برضو ونحن ولدنا من جديد عشان كده في المعمودية صرنا خليقة جديدة بالمعمودية الكنيسة تقول لنا صرته خليقة جديدة بالزبط يعني في إنجيل العشية بعد ما بيخلص المرد ده بيتقال غير المتجسد تجسد والكلمة تجسم غير المبتدئ ابتدأ وغير الزمني صار زمنيا لو في حد فينا كده شاطر في المردات والألحان هيلاقي كده لو أبونا راح أي بيت يصلي صلاة حميم نفس مرد الإنجيل ده يتقال بعض الإنجيل بتاع صلاة الحميم ليه كأن أبونا بيفكر أهل البيت بالمعمودية وبيفكرهم في نفس الوقت بالميلاد الجديد والكنيسة في العشية تبدأ تدينا نعاف مرد الإنجيل الخلقة الجديدة والميلاد الجديد وعلى فكرة من ضمن الدراسات الجميلة يعني أن يقولوننا أن تقس عيد الغطاص اللي بتعمل بالليل لأنه كان مرتبط بالميلاد اللي بيتعمد كان يتعمد في ليلة عيد الميلاد كأنه ميلاد جديد وخليقة جديدة نفتكر العيد الغطاص هو أول عيد أعتقد المسيحية احتفلت به يعني قبل عيد الميلاد كان عيد الغطاص موجود الواحد بيقف قدام آيكونة الميلاد قدسونا ويقف عند اللحظ ويفضل يتخال أنه كان عايش جوه المزود أحيانا نحس بمشاعر العذرة أحيانا نبص اليوسف النجار وهدوء وإذا كان خدمته القصة الميلاد في صمت حيوانات الموجودة المجوس ولا يعني الأيقونة دي مليانة تأملات قدسوك بتشوفها إزاي لما بتوف قدامها أنا بشوفها يعني أنه لازم ندور على المسيح في كل حاجة في قصة أستعيرها من نيافة أنبى موسى أسقف الشباب وأنا بحبها يعني القصة دي أنه بيحكي بيقول زمان في أيام خدمته كان حاب أنهم يستعينوا كاهن روسي يجي يقول لهم كلمة فبيقولوا في الوقت ده الشوارع كانت زحمة والتروماي كان هو وسيلة المواصلات الوحيدة وكانت زحمة قوي كانت زحمة قوي فاتفق مع بعض الخدام بدل ما يركبوا الكاهن الروسي التروماي في وسط الزحام بتاع الناس لحد يكون معها عربية يروح يجيب يروح يجيب وينقلوا وهكذا فبيقول الأخ اللي هيجيبوا بالعربية حصلوا زرفه وما جاش بالعربية واضطرين ساعتها أنه لازم نركبوا بالتروماي في وسط الزحام وهم مركبين التروماي فضلوا محلقين عليه فبيقول واحد مننا كده بصله وحد يتكلم معه شوية وقال له احنا معتذرين على الأشكال اللي حضرتك شايفها طبعا خايفين بقى يقابلوا حد من مش عارف ايه حد ايه بيقول أنه هو قال لهم عبارة مش قادرين ينسوها لغاية دلوقتي ايه هي العبارة بيقول لهم أستطيع أن أرى المسيح في كل شخص أمامي الله استطيع أن أرى المسيح في كل شخص أمامي جميل يعني شوف احنا كان نظرتنا وما منين تأسفوله على المناظر اللي هو ممكن يكون شايفها مش قد كده مش ولا بد لكن هو ليه نظرة مختلفة تاني دي فرق الحسابات وفرق النظرة هربط ده بأيكونة الميلاد أنا بس القصة عجباني فأنا بأت لكك عشان حيي سيدنا أماموس على قصة طبعا كل سنة ونيافت أكبال في خير كل سنة ونيافت طيب طبعا ربنا يدينه السحة يا رب أنا هربط ده بأيكونة الميلاد احنا بنبص على ايكونة الميلاد بتشوف ايه بتشوف السيد المسيح طب بتشوفه انت شايف القديسين قصادك شايف الست العدرة شايف القديس يوسف النجار بتشوف المسيح في اللي حواليك يفتكر الزعيم غندي وازاي ان كان الهند فترة من الفترات كانت محتلة الاحتلال الإنجليزي وازاي انه هو اشتهى انه يصير مسيحيا ولكن قال عبارة الخالدة بسبب اعمال المسيحيين لسرطة مسيحية هو اللي قال ان العزة على الجبل هي دورة الكتاب المقدس بالزبط ايكونة الميلاد مليانة تأملات جميلة ولكن انا عايزة انوه لحاجة فيها ان فيه ناس تقدر تبحلق على السيد المسيح وتشوفه في كل حاجة صادة على فكرة من الحاجات اللطيفة في ايكونة الميلاد اللي بنشوفها بنلاقي فيه صور وفيه حمار بحلقين على شخص السيد المسيح اللي رسم الايكونة دي بيحاولي جسد الايات اللي جات في اشعية واحد اتنين وتلاتة بتقول ايه الايات اسمعي اياتها السماوات واصغي اياتها الارض لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعاصوا علي السور يعرف قني والحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم الله يعني ان السور والحمار تعرفوا عرفوا صاحبهم يعني العمل فكرة التور والحمار اللي موجودين دول ما كانش عاملهم كده وخلاص في ناس بتبص للأيكونة تفتكر عشان هو سيد المسيح في مزود او في مرعبق فهم موجودين لا ده اللي بيرسمهم بيرسمهم عينيهم مفتحة وان بحلقين على سيد المسيح ودول تحديدا ما رسمش حيوانات تانية مثلا اختار دول هذه النبوة الله صحيح فاحنا نتعلم لما نجي نبص لأيكونة الميلاد كده نتعلم بتشوف المسيح بتشوفه في اللقصادك الله بتشوفه في كل إنسان تعتبره هذا تدريب عيد الميلاد ان انت تدور على المسيح جواك تمام تسابونا احنا قدامنا تقريبا دقيقتين فناخد بس فيهم جزئتين بسرعة طبعا احنا نعرف دايما ان من خلال طقس الكنيسة والحان الكنيسة بتثبت فينا الفكر العقيد اللي احنا اتربينا عليه وجيل من بعد جيل بنسلمه العزراء دائمة البتولية هذه العبارة اللي بتتكرر إذا تقوليني ان العزراء هي عزراء عزراء بعض الطوايف او بعض الناس يعني كانوا بينكروا ان العزراء بعد مولدة المسيح لم تبقى عزراء طبعا وطلع لنا يعني في الفترات الأخيرة فيلم ان الست العزراء تجوزت وخلفت تاني لا طبعا كلام بش مسبوع هذا تفسير الخاطئ بقى للكتاب المقدس والبعض الآيات ووزا أمك وإخواتك وغيرها الكنيسة سابتة في العقيدة بتاعتها عشان كده برضو من الحاجات اللطيفة في أيقونات الست العذرة نرسم عليها تلات نجوم نجمة على رأسها ونجمتين على أكتفها إن هي دائمة البتولية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة وكان في أمدح في البتول نقول سالوما شهدت بأن عزراء وضعت تمام وتسابونا يعني احنا ساعات قليلة ونختم 2019 نبدأ 2020 وكل واحد فينا يعني محتاج أنه يسمع صوت ربنا كويس قوي في اللحظات دي عشان ما نديش عهود وعود كتير قوي احنا نحس برضو مش قدها ونبتدي نفتكرها السنة اللي بعدها ولقي نفسنا مقدرناش نعمل حاجة الرشدة الروحية اللي تدهننا قدسك دلوقتي ندخل بيها على السنة الجديدة ايه الرشدة الروحية اللي أنا أحب أقولها هي السلام على فكرة سبع طريق احنا فيه حاجة ما قلناش للطريقة الأخيرة هي بأورو الفريح كأننا ابتدينا لسبع طريق بالسلام زي أربع النقص نختمها بالفرح وختمناها بالسلام برده ما أعطاش العالم للسلام بالسلام طبعا ونفتكر على طول النبوة بتاعت أشياء رئيس السلام والملايكة تغنى تلمجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر وأعظم شيء ممكن يطمح لي الإنسان أو الإنسانية كلها هو السلام يكون سلام مع النفس سلام مع الآخر سلام مع الله أنا لو تدوني مساحة من الوقت لمدة دقيقة ودقتين على الأكثر هحكي لكم قصة لو دقيقة كده مش أستاذ المستوز عادل في الحرب العالمية التانية يقولوا كده أن أحد القادة الدينيين قال في فترة عيد الميلاد أنا أقترح أن احنا ناخد هدنة فالقادة بتوع الحرب قالوا لا احنا مش ناخد هدنة والحرب هتستمر فجأوا أن الجنود قالوا إحنا بقى مصررين على هدنة وإن إحنا مش هنحارب وفجأوا أن المعسكرات القريبة من بعض ابتدوا أن هم يلعبوا مع بعض ويتبادلوا التسكرات في النياشين بتاعتهم وحاجات زي كده كتير فقد إيه أن الناس متعطشة للسلام وفيه ناس تانية مش حابة أن يتعيش في سلام والله يبدأ بالسلام من جوا يعني يكون حاسس بسلام بينه وبين نفسه ويستمد السلام من ربنا وبالتالي يقدر يتعامل مع كل اللي حواليه ويفيد كمان بالسلام السلام معدي طبعا معدي طبعا نشكر قدسك جدا وتسببونا القسمة ياسع عبدالصبور كان كنيسة القديسة العزراء مريم شهيد العظيم مارجير جز بحارد زويلة نورتنا وشرفتنا وبركتنا وكل سنة قدسك طيب كل سنة ونطيبين سي تي في ربنا موجود ودايما تبقوا منورنا كده شكرا شكرا ننورتني وكتسبونا كل سنة وكتسبونا كل سنة ونطيبين نقول أول حاجة كل سنة وقناة سي تي في سي تي في الصرح الإعلامي الكبير اللي بدأت عملاقة وبدأت كبيرة وزي ما قال عنها مثلث الطوبة البابا شنودة أنها توردت عملاقة وكبيرة واللي احنا يعني كلنا فخر وكلنا سعادة أن احنا بننتمي لهذا الصرح الكبير هدفنا الأول هو حضرتكم وإرضائكم وسعادتكم وتقديم كل ما هو يفيد ويبني مجتمع ويبني كنيسة جوه كل بيت احنا نهاردة يعني بنحتفل وبنهني قناة تي في صفحة القناة سي تي في يجب تواصلت لربعمائة ألف متابع يعني يا رب أكتر وأكتر وإحنا منكم وبيكم وليكم والقناة وكل العمالين فيها ومشاهديها طيبين وبسعادة وبخير وبسلام يا رب أنا كمان ياهبة عاوز أقول حاجة كده عايزة أقول يعني الربعمائة ألف اللي احنا وصلنا لي مش هو هذا اللي بنطبح لي احنا عايزين ملايين على صفحتنا لكن بقول أن السوشيال ميديا كمان قربتنا شوية كمان أكتر من بعض أنا رغبتكم في أن تشوفوا المنتج اللي بيتقدم على الشاشة المنتج اللي طبخوا مش أنا وهبة أو أنا وبقيت زميل الموزعين ده ورانا ناس كتير 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 أقل دور ممكن يكون أنا وزميل الموزعين لكن في دور كبير جدا من أول إدارة القناة لكل الأقسام مش عايزة أقوله عشان منساش حد لكن بفضلكم وبتعبكم وبمحبتكم لينا وصلنا لصفحة القناة لربعمائة ألف متابع ونتمنى يكتر أكتر أستأذنكم اللي مش مشترك في صفحة القناة يدخل CTV إيجيبت نحن كمان بنشكر زميلنا اللي بيتعبوا وبيصورونا وبينزلونا الفيديوهات والحقيقة بيتعبوا معنا كتير جدا وشكرا لكل حد في CTV كلنا من أصغر حد اللي هو أنا وهيبة للغاية أكبر حد فينا كل سنة وانتم طيبين وبألف خير ونشكر كل مشاهدين من كل العالم على متابعتهم لنا سواء على شاشة CTV أو من خلال السوشيال ميديا طيب إحنا يعني مرة تانية بنهني بنهني نفسنا بيكم وبنوعدكم دايما أننا نكون على قدر ثقاتكم فينا دايما هنشتغل ودايما هنفكر ودايما اقترحتكم وتعليقاتكم ورسيلكم هتكون محل اهتمام بأننا نقدم لكم كل اللي يرضيكم وكل اللي يفيدكم يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم وثقاتكم مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين وبخلينا دلوقتي نخرج معاكم الفاصل وبعدها نرجع للفقرة الأخيرة وكيفية إدارة الوقت اشتركوا في القناة